موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله باذن الله النهاردة يكون موجود معنا منحة ممتاز جدا بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب وضح لحنا عرضنا فرصه منحة كتيرة جدا سابقة ودي القناة بتاعتنا هاتلوا علاقة منحة كتيرة جدا منحة موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا ودول كتيرة جدا مختلفة بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر الى الخارج آآ وكننا عرضنا بعض المواقع لما نخلها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة بالاضافة كمان عرضنا فرصة وكانت فرصة التطوع في فيتنام كانت عملية التقديم ولا بول فيها حصريا عن طريق قناتنا وتم علان الفيازين في هذه الفرصة وان شاء الله بازن الله يكون موجود معنا فرص جاي كتير التقديم ولا بول فيها حصريا عن طريق قناتنا بالاضافة كمان وفرنا خدمة جديدة آآ وما زالت هذه الخدمة مستمرة وخدمة المساعدة في التقديم لاي منحة وفرصة انت عايزة تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك بالتابعة شرح الفيديوهات بالاضافة كمان وفرنا خدمة جديدة من عدة ايام وخدمة المساعدة اه في تجهيز الاوراق الخاصة باي منحة مثل الخطابات التوصية خطاب النية اه وغيري من الاوراق بالاضافة لاستشارة خدمة الاستشارة اه في المنحة تمام? اه وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا ياريت تعمل وتضعط على الجرس الصوير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة واحب اوضح كمان جميع رابط جروباتنا على واتساب جروبنا على فيسبوك ورابط التقديم الخاص بالمنحة اللي نتكلم علىها النهاردة هتلاهم موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خليني ابدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة ومنحة ممتازة جدا في دولة من الدول القوية. هي منحة دراسية مولة بالكامل. تمام? الدولة اللي هيكون فيها المنحة دي هي استراليا. هي الدولة المضيفة للمنحة. الجامعة المانحة اللي مقدمة المنحة دي هي سيدني. تمام? دي الجامعة اللي مقدمة المنحة دي. وطبعا سيدني اه العاصمة بتاعت استراليا وطبعا الجامعة دي من الجامعات القوية جدا في استراليا وعلى مستوى العالم كمان. الدول المتاحة للتقديم في الفرصة دي جميع الدول متاحة للتقديم. اي دولة عربية افريقية اسيوية تقدر تقدم الفرصة دي من غير وجود اي مشكلة. طيب الفرصة دي موجهة لاي مرحلة دراسية موجهة للماجستير والدكتوراه. يعني لو انت عايز تدرس مرحلة الماجستير عايز تدرس مرحلة الدكتوراه تقدر تقدم عادي في الفرصة دي. ولكن المرحلة الجامعية البكادريوس آآ غير متاح لي معاملية التقديم في الفرصة دي. طيب تعالى بقى للتمويل بتاع الفرصة دي وصراحة آآ ممتاز جدا. اول حاجة الفرصة دي بتشمل لك الرسوم الدراسية كاملة. كل رسوم الدراسة مفروض طبعا يعني الجامعات اللي بتبقى في الدول القوية زي استراليا وجامعاته الاوروبية بتكون رسوم الدراسية بتاعتها عالية جدا جدا. فبالتالي المنحة هتوفر لك الرسوم الدراسية وانت مش تدفع اي حاجة خالص. بالاضافة كمان هتوفر لك راتب شهري حوالي الفين وخمسمية دولار. المنحة قالت انها بتوفر في السنة زي كده راتب. بيكون حوالي تسعة وعشرين الف دولار. فبالشهر هتعادل حوالي الفين وخمسمية دولار. تمام? وده راتب كافي جدا جدا جدا. راتب كبير. تقدر تستعمله في الاحتياجات الشخصية وما الى زيك. آآ كمان هتوفر لك تأمين صحي دولي للفردة او للعائلة. هيكون فيه تأمين دولي آآ تمام داخل الاستراليا او الخارج. ليك او للعائلة بتاعتك كمان. بالاضافة كمان ان الدراسة في الجامعة دي تعتبر من يعني دراسة ممتازة جدا وهي تعتبر من احسن الجامعات حول العالم زي ما وضحها. طيب المنحة دي فيها تخصصات ايه? ايه هي التخصصات المتاحة في المنحة دي. المنحة دي فيها تخصصات عديدة جدا زي البزنس زي وعايز انوع على حالة كمان انها دي تعتبر كليات يعني فيه تخصصات فرعية جواه يعني مسلا موجودة بكل تخصصات اه كل التخصصات نفس النظام دي كليات فبالتالي انت بتلاقي ان عدل التخصصات كبير جدا ومهول سواء تخصصات علمية ادبية كل التخصصات اللي بتقدمها يعني هتلاقيها متاحة في المنحة دي. تمام? فكل التخصصات هنا سواء تخصصات علمية ادبية متاح برضي. طيب كده اتكلمنا عن التخصصات في ملاحظة عندنا هنا ان هذه المنحة لا تحتاج شارة لغة انجليزية عند التقديم. تمام? المنحة دي هي المنحة بتحتاج شارة لغة انجليزية ولكن انت حضرتك ممكن تقدم في البداية من غير شارة لغة. ولو جالك القبول المبدئي. وخلاص يعني انت ضمنت مسلا القبول تقدر بعد كده انك اه توفر شارة لغة انجليزية وترفقها في بتاعك او تبعتها للمنحة عادي جدا. فالمنحة يعني ما لزمتش ان لازم عند التقديم يكون موجود شارة لغة انجليزية. بالاضافة كمان هذه المنحة لايسة بيع حد اقصر العمر. اه سواء انت مسلا سنك تلاتين اربعين وعايز تقدم او عايز تقدم ماجستير او دكتوراه. اه السن اكبر مفيش مشكلة خالص محددتش حد اقصر العمر. الاوراق المطلوبة في المنحة دي. بسيطة جدا. اول حاجة عندك لازم يكون متوفر معك بتاعك السير الزئاتية. اه طبعا شهادة التخرج اللي هي اخر مواهل دراسة انت حصلت عليه. كشف الدرجات اللي هو اللي بيوضح كل المواد اللي انت درستها ودرجة كل مادة. بالاضافة كمان اه لو معك بقى شارة اللغة الانجليزية متوفرة عند التقديم ترفقها. لو مش موجودة خلاص زي ما وضعنا ممكن بعد عملية القبول المبدئي ترفقها. طيب هنا اه ازاي بقى ممكن تقدم انت في المنحة دي. اول حاجة لازم انك تراسل استاذ جامعك. لازم انك الاول تراسل في استاذ جامعي في التخصص بتاعك مسلا انا عايز اقدم من الانجينيرنج يبقى اراسل الاول استاذ جامعي. والاستاذ الجامعي ده اكلمه مسلا اه وادينه مسلا بتاعي الاشياء دي عشان يشوف هل انا مؤهل ولا لا. وهو يديني الموافقة ازا كان هو هيقدر يبقى بتاعي لو انا تقبلت في المنحة وراحت تدرس لناك. طيب انت عشان تلاقي الاستاذ الجامعي ده وتتواصل معي. تعمل ايه? انا هتطلقه يعني اللينك اللي انت ممكن تلاقي في الاستاذ الجامعي الخاص بالتخصص ان انت تدرسه. تعال اضغط على كلمة هنا دي كده. تمام? هيزهر لنا دي. اه تكتب انت هنا بقى في السرش دي التخصص بتاعك. فمسلا انا عايز اكتب مسلا تمام? انا عايز اه مسلا الاقي في هنا وهيزهر لي كل الخاصين بالتخصص ده. اهو. هتلاقي عندك كل الاشخاص. كل الاشخاص دي اهي. تقدر تختار الشخص اللي انت عايزه. اه طبعا هتلاقي كل شخص بقى مكتوب عنه مسلا هو واخد معي ايه بالزبط مخلص ايه. يعني التخصص بالزبط في مسلا تمام? فمسلا انا لو جيت اه اخترت مسلا الشخص ده. تمام? ستيفن. فهتلاقي هنا المعلومات كلها عن ده. وهنا حضرتك هتلاقي الايميل بتاعه ده. تمام? فايميل بتاعه انت بتاخده وبتروح تتواصل معه وتبعت له رسالة. اه مسلا تكتبها بالانجليش طبعا انك عايز تقدم اه للجامعة والاول لازم تحصل على موافقة فهو بالتالي حيرسلك مرة اخرى ويقول لك مسلا انت مطلوب منك ترسل لي مطلوب منك ترسل لي مثلا خطة بحس. هو هديك الاشياء اللي هو محتاجة منك عشان يقيم الطلب بتاعك ويشوف هل هو ممكن يقبل يبقى اه استاذ ليك في الجامعة ولا لا? تمامي بقى لازم الاول بتحصل على موافقة وانا هتطلقكم اللينك التواصل مع الاساتزاء من هنا. تاني حاجة بعد لما خلاص بقى بتحصل على موافقة الاستاذ آآ بتروح حضرتك تملى فيه هنوضحه بعد شوية ازاي ممكن تملى. طيب آآ اخر موعد للتقديم في الفرصة دي. احنا عندنا موعدين تلاتين يونيو الفين وعشرين او خمستاشر يناير الفين واحد وعشرين. طب ايه الفرق من المعادين? الفرق الاولاني ان التلاتين يونيو وعشرين لو انت حابب تدرس بي سنة الفين وعشرين في فصل الخريفة. تمام? وآآ خمستاشر يناير الفين واحد وعشرين ده في فصل الربيع لو انت حابب تدرس بي. يبقى هنا انت بيعتمد على حسب الفصل الدراسي اللي انت عايز تبدأ فيه. طيب كده شرحنا الديدلاين. آآ هنا هتطلقكم كمان ملاحظة ان احنا كقونات منح من كل الالوان بانتيح عملية التقديم في اي منحة وفرصة انت عايزة تقدر تقدم من خلالنا بشكل الاحترافي. بالاضافة كمان اللي احنا بنوفر آآ خدمة وخدمة المساعدة في تجهيز الاوراق كاملة زي خطاب النية وما الى ذلك. فحضرتك تقدر تقدم من خلالنا آآ عن طريق الاستمارة التواصل معنا. تتواصل معنا من خلال الاستمارة دي او تقدم بنفسك بالتابعة شرح الفيديوهات الموجودة على الخناة. طيب. آآ انا هنا هتطلقكم لينكين. اول حاجة ده الاعلان الرسمي المنحة اللي تسبت الحاجات اللي انا قلتها كلها. هتلاقي كل التفاصيل آآ مع اسم المنحة وما الى ذلك. تمام? كل التفاصيل حضرتك هتلاقيه هنا. شرحين كل حاجة وعملين زي ملف برضو مشروح في كل شيء. فحضرتك تقدر تطلع لكل التفاصيل دي. انا بس فقط ترجمتلكو هنا التفاصيل للغة العربية. طيب. خلينا دلوقتي نشوف التقديم اللي هو بيجي في المرحلة التانية بعد آآ مراسلة هتيجي حضرتك تطعت على كلمة تقدم الان هنا. عشان يفتح معك التقديم. التقديم يفتح معك بالشكل ده. اول حاجة لازم تعمل على موقع المنحة. طيب انا كمستخدم جديد ما عندش اكاونت. اعمل ايه? هتروح تضغط على كلمة دي عشان تسجل كمستخدم جديد. هزهر لك بعض الاسئلة والاشياء دي. فاول حاجات اول حاجة مطلوب من حضرتك انك تملى معلوماتك الشخصية اسمك اسم العائلة بتاعك. آآ تحط آآ يعني بيانات التواصل مع زي الايميل بتاعك. رقم التليفون. آآ مكان التواجد او العنوان الحالي. آآ بتاعتك. آآ تاريخ الميلاد ومكان الميلاد حاليا. وبعد كده حضرتك بتكمل تمام? وبعد كده لما بتكمل دي حضرتك بتحصل على زي كده. تمام? في انت بتحصل عليه. آآ بيجي لك زي كده. اللي هو ده. وانت اصلا في اثناء التقديم كمان هتعمل كريات باسورد. فهتاخد دي بعد لما انت تسجل وتعمل من هنا تاخده تحطه هنا. وتاخد الباسورد تحطه هنا. وبعدين تعمل عشان تخش بال بتاعك وتكمل عملية التقديم. تمام? فدي الصفحة الرئيسية من خلال العمل الاول على مواقع الميلاح. هزور لك بالشكل ده. بس انا عشان آآ مالية الابليكيشن هشرح لكم منه. فانت مش هزور لك بالشكل ده. هزور لك بالشكل ده. هزور لك كده. تمام? تروح تضغط عليها. فبيقول لي آآ هتملأ آآ ولا هتملأ فاضغط على دي. تمام? وبعد كده عشان يدخلني الخطوة اللي بعدها. في الخطوة اللي بعدها هتلاقي حضرتك هنا المعلومات اللي انت كنت حطتها في الاول. هزور لي دلوقتي المعلومات. دي المعلومات اللي انا كنت كتبتها عند التسجيل. تمام? هتظهر لي بالشكل ده. بيقول لك يعني اعمل على المعلومات دي. تمام? آآ فحضرتك لما تعمل على المعلومات دي تضغط على آآ ولما تضغط عليها بعد كده انت هتختار الكورس اللي انت عايزه. تمام? هتختار الكورس اللي انت عايزه. فنضغط عليها عشان اروح للصفحة اللي بعدها واختيار الكورس اللي انا عايز اقدم ليه. طبعا تقدر تختار من الكليات اللي احنا قلناها اللي احنا ذكرناها هنا. طيب هتطلع لي بالشكل ده. انا دلوقتي عايز اختار آآ مسلا آآ كلية الهندسة وما الى ذلك. فتيجي هنا. آآ تختار مسلا انت عايز تبدأ امتى? انا عايز فاسبها زي ما هي. انا عايز مسلا. آآ الكلية اللي انا عايز اختار آآ منها الكورس مسلا. فاختار دي. بعدين تعمل ده هنا اختيار الكورس اللي انت عايزه. تضغط على سنة الفين وعشرين وتعمل سيرش عشان تختار الكورس اللي انت عايز تدرس ليه مسلا آآ ميكانيكال وما الى ذلك. تختار الكلية بعد كده بيزهر لك التخصص دي بارتمنت تمام? فهتلاقي هنا حضرتك التخصصات بدأت تزهر آآ دكتورا وماجستير آآ مستر اف انجنيرين آآ تمام كل التخصصات هتلاقيها ظهرت هنا المرتبطة بالانجنيريج والانفورميشن تكنولوجي. فتختار التخصص اللي انت عايزه وتروح تقدم عليه. فمسلا انا عايز آآ مستر اف انجنيرينيج فاضغط عليه. عشان بعد كده انتقل للخطوة اللي بعدها وضع الاوراق الخاصة به. فده بيقول لي التخصص اللي انت اخترته. بعد كده اضغط على عشان ادخل للخطوة اللي بعدها. والخطوة الجاية تعتبر اخر خطوة. خطوة مهمة جدا. لان دي بقى اللي انت هتكتب فيها آآ البيانات الكاملة عن آآ يعني الخلفية التعليمية بتاعتك. آآ تحط فيها الاوراق زي وما الى زلك. فنشوف ده دلوقتي. هيفتح معنا تمام? هتظهر لك الصفحة بالشكل ده. اول حاجة حضرتك هنا هتلاقي بيكلمك عن اللغة الانجليزية. فبيقول لك اثبات اللغة الانجليزية. فانت مسلا هتقول ان لسه ما تمش اخذ اي آآ يعني تمام? فتجي تضغط على كلمة نو هنا. وتخش ليه الخطوة اللي بعدها? طبعا دي بيانات اتم لها. آآ في الخطوة دي دي بالنسبة للسبروفيزور. آآ فبيقول لك طبعا آآ السبروفيزور اللي انت اخترته تحط بياناته. وتحط الدليل على القبول اللي بعتوا لك السبروفيزور. لان لما يتم التواصل مع السبروفيزور ويبعت لك زي خطاب قبول كده. فبتعمل ابلود ليه هنا. تمام? وانت مسموح لك تختار حتى آآ اتنين سبروفيزور. يعني تكلمهم بحيث انك مسلا ايه واحد لهم ما قابلش التانية بقى. فتحط بياناتهم هنا. واللي قابل في هم تحط الخطاب بتاعه. آآ وتتكلم هنا على بتاعك خطة البحس اللي انت عايز تعملها تتكلم عليه هنا او ترفق ملف عليها. آآ تحط بقى عن التوصية هنا. الشخصين آآ يكونوا هيعملوا لك التوصية. آآ تحط هنا عن الخلفية الاكاديمية بتاعتك. تمام? وتتكلم هنا عن الحاجات الجوائز مثلا انت خدتها عملته جوائز خدتها. وهنا عن تمام? اللي هي آآ كشف الدرجات بتاعتك اللي انت يعني استنمته في اخر مرحلة دراسية. كل البيانات دي بتحطها. تمام? وبعد لما بتحط البيانات دي كلها بتيجي تضغط على كلمة وبعد كده بيعمل لك زي لكل البيانات اللي انت حطتها. وبعد كده بتضغط على كلمة تمام? ده كل الموضوع. وحابب ان اوض كمان ان جمع الاوراق اللي انت ترفقها سواء السي في سواء آآ ترانسكريبت كل الاشياء دي لازم طبعا تكون باللغة الانجليزية. يعني فعش تتم ارفاق اي آآ مستند باللغة العربية. كده انا شرحت لكم المنحة من كامل. منحة ممتازة جدا فيها ريت بشاري كبير جدا وهو الفين وخمسمائة دولار تشمل رسوم الدراسة. آآ الدراسة في جامعة من افضل جامعات العالم. تأمين صحي دولي للفرد او للعائلة. مميزات كتير جدا. فلو حاببين تقدمو لها يا ريت آآ طبعا زي ما قلنا اشرين يونيو وخمستاشر يناير الفين واحد واشرين. وفي النهاية ان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق واللي بقول لكم في المنحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.